تحرك عسكري جديد باتجاه مدينة عفرين السورية انطلاقا من منطقة أعزاز في ريف حلب الشمالي هذا ما أعلن عنه الجيش التركي قائلا أن التحرك سيكون برفقة الجيش السوري الحر الجيش التركي أعلن كذلك السيطرة على مواقع جديدة وقال أن الجيش الحر سيطر على جبل برصايا في محيط عفرين الذي كانت تستخدمه ميليشيا البيدي الكردية في قصف المدن والبلدات الحدودية التركية وقصف مدن وبلدات تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة في ريف حلب الشمالي مصادر صحفية قالت أن الجيش الحر سيطر على قرى شيخ باسي ومرسو وحفتارو في ناحية بلبل شمال عفرين بعد سيطرتها على بلدات في نفس المنطقة بينها شينكان المصادر ذاتها أفادت بأن الجيش الحر والقوات التركية سيطروا في المجمل على 12 قرية وبلدة وأربع تلال في منطقة بلبل شمال عفرين وتأتي أنباء التقدم والتحرك التركي الجديد متزامنة معانية للحكومة التركية كشفت عنها وكالة الأناظول التركية عبر تقريرا لها توجيه آلتها العسكرية إلى شمال العراق بعد الانتهاء من عمليات عفرين بالإضافة إلى التعمق أكثر في مناطق شرق سوريا وأكد التقرير نقلا عن مؤسسة البحوث التركية سيتا أن القوات التركية ستستمر وضمن عملية غسن الزيتون بملاحقة ميليشيا سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني إلى مناطق بعد عفرين في شمال سوريا مسميا من بيج وعين العرب كوباني والجزيرة أهدافا لاحقة